من أكبر المفاهيم المغلوطة اللي بشوفها في العالم بتاعنا هي الخلط بين مفهوم الهزار والسخرية في فرق كبير قوي ما بين إننا بنهزر مع بعض أو على بعض عمر ما الهزار فيه تقليل من قيمة شخص ولا جرح ولا إهانة لمشاعره أبداً أسلوب التريقة اللي بعض الأهالي بيتبعوا مع أولادهم بغرض تحفيز أو تقنيب ضمير ده ممكن يقصر فيهم حاجات كتيرة قوي وإحنا ولا واخدين بالنا ولا قصدين بلاش طريقة خليكي كده منكوشة زي الإرد ولا شاطر شاطر إيه الزكاة ده وانت قصدك إيه الغباء ده بلاش تقطين بالكلام بلاش كمان ولادنا يسمعونا وإحنا بنتريق على بعض وبنقلل من قيمة بعض تحت مسمى الهزار وبكل أسف ده أوقات بيحصل قدامهم بين الأب والأم نفسه طب نربي المفهوم ده عند أولادنا إزاي؟ المفهوم ده بيبدأ من جوة بيوتنا لو عندنا سلوك أو عادة مش عجبانة وعايزين نعلق عليها ياريت نعلق عليها مباشرة في صورة توجيه رحيم مش في صورة تريقة ولا غلازة قلب ولا كلام فض بينفر القلوب والعقول من حوالينا لو متضايقين من حد فيهم وحاسين إن إحنا مش قادرين نمسك نفسنا وهنبدأ تريقة نحاول نتجنب الكلام معاه تماما ونقول بصراحة إحنا مش في أحسن حالتنا دلوقتي ومش قادرين على الكلام نطلب وقت عشان نهدى شوي نفهم ولدنا إن الهزار ما فيهوش تقليل أبدا من حد ما فيهوش جرح مشاعر لحد وإن لو حصل وهزرنا مع حد وزعل نعتذر بسرعة وما نكررش الأسلوب ده تاني أبدا معاه أكيد فيه مننا دلوقتي بيسأل إزاي ربي ولادي كده وهم عايشين في عالم بيتسلى على بعض أولا خلينا نقول ما يصح إلا الصحيح لما بتعلم ابنك أو بنتك السواقة بتعلمهم قواعد المرور السليمة ولا بتعلمهم إزاي يمشوا عكس وإزاي يكسروا الإشارة نفهمهم القواعد صح لكن كمان نعلمهم إزاي يقدروا يحموا نفسهم فوسط ناس مش شرط كلها تكون مشاع قواعد نعلمهم إزاي يحترموا الناس وفي نفس الوقت يفردوا احترامهم على الناس نعلمهم أساليب مختلفة للدفاع عن نفسهم سواء كتأساليب لفظية أو جسدية لو اضطروا يلجأوا لده كآخر وسيلة دفاع نعلمهم إزاي يختروا أصحاب جدعان يقفوا بجد جنبهم ويحترموهم ويسندوهم وقت الشدة أنا مش عايزة تدعي إن ده شيء سهل أنا شخصيا بشوف إن ده أصعب تحدي من قبله في رحلة تربية تولادنا لكن عندي أمل لو كل واحد فينا بدأ بنفسه أكيد الدايرة هتكبر من بيت لشارع لمنطقة لمجتمع لوطن المهم نبدأ وفي الآخر كل واحد مننا مسؤول قدام ربنا عن نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر